الجنباري بتاعنا الاكلة الايه الرئيسية النهاردة انا حبيت النهاردة عمل لكو وصفات سهلة برضو مايبقاش فيها وقفة كتير في المطبخ لان احنا كلنا في رمضان بنزهق من وقفة المطبخ خلاص بقى بنيبقى جبنا اخيرنا يعني عايزين نخلص ونخرج برا المطبخ بسرعة طيب احنا اخدنا كده كم كتعة زبدة بالشكل ده عليش هزود حتة كمان كتعة كمان اهو الجنباري ده لتوتا يا مو خيلد الجنباري ده مخصوص لتوتا زي ما انتو شايفين كده اهو طيب هنعمل ايه بقى هنجيب الجنباري بتاعنا وهنبدأ بقى ايه نلزله كده بس انا عايزة الطاصة بتاعتي تبقى سخنة قوي بحيث ان انا لما لزله ياخد صدمة حلو اهو طيب تعالوا نبص على الرز مع بعض ونشوفه هو وصل لفين يلا بينا بسم الله الرحمن الرحيم طيب هنلم كده باللمون بتاعنا وننزل بالجنباري بسم الله اهو شايفين صوت التشتشة دي هو ده لان عايزين الشكل ده ونفرده كده يعني قلت طاصة واسعة عشان حاطر ان ايه نزبط بيها الدنيا طب انا ممكن يا استاذ احمدان اقل ده ده هنا وده هنا ماشي يا استاذي تسلم ايدك قالو يا صارة قالو يا صارة يا صارة صارة مشت ماشي يا حبيب ترجعك لمن تاني يا صارة هناخد بقى ايه النار العالية دي ننقل كده حاجتنا اهو ونودي الحلة بتاعتنا دي هنا تكمل التسوية بتاعتنا كده عشان بس انا عايزة ارفع النار هنا عشان زي ما اتفعنا ان الجنباري ما ينفعش تحط على نار واطية لازم نار عالية جدا عشان ما نزلش اي سوائل فيه ولا يعملين راحة زفرة خولز فلازم النار بتاعتنا تبقى عالية زي ما انتم شايفين كده اهو طيب هجيب بقى شوية كمون هابدأ ايه اطعم بقى وانا شغالة كده التون بتاعي طبعا ما ينزلش دلوقتي خالص اهو شوية كمون بالشكل ده وهنحط شوية صغيرة من البهارات حد يقولي بهارات على السمك هقولك اه هطي شوية صغيرين وضوء الطعم حلو الكلام هنسيبوا بقى ياخد كده من هنا زي صدمة او لون وهنقلب على الوش التاني عشان ندي نفس الموضوع هنبدأ بعد كده هنجيب التون بتاعنا المفروم ونشوح فيه على السريع كده ومش يبقى محتاج اي حاجة تاني هزوت بس كده ايه مكعبين زبدة على الوش واحنا بنقدمه وضوء الطعم وضوء وشوفي الريحة وهيبقى طعمه عامل ازاي سهل خالص ما فيهوش اي حاجة ما فيهوش اي مكونات غريبة ولا جديدة ولا صعبة مش مكلف غير بس حق الجنبري اللي احنا هنجيبه تمام كده يلا بينا طيب نخش على وصفة تانية ولا نعمل ايه انا مش عايز اخش على وصفاته انا اهو طب نقلب كده بصوا بقى كده معايا يلا بينا انا بحبش اعطلهم هنا عشان ايه بنتلع الوصفات ايه من الدربكة ورا بعد فانا بعوز اشتغل بسرعة عشان ادي كل حاجة حقه اهو انا ممكن اجيب حاجة تانية حتى شوكة مثلا عايز اقلب كل واحدة كده الواحدة اهو الشكلة ده انا كنت حبه طبعا ان هو ياخد صدمة عن كده سنة بس انتم كده فهمتوا انا اقصد ايه اهو يعني لو شميتوا الريحة ان انا شماها حلوة جدا وصفة سريعة وسهلة تقدري تعمليها لو جالك عزومة وانت شايلة جنبري في التلاجة ابقى سهلة عليك جدا ان انت تقومي تعملي الوصفة دي بسرعة مع شوية رز مع شوية سلطة هتقدري تقضي يومك يعني ده بالنسبة للسيام قالو يا سارة قالو ايه يا حبيبتي ازايك ايه ازايك يا سارة الحمدلله انت عامل ايه ايه الاخبار انا كله تمام انت عامل ايه قالو قولي ليا يا حبيبتي اسمعينا من التليفون وات التليفزيون الحمد لله سمعنا من التليفون وقت التليفزيون خالص بقى كده تمام شوفيني بس سورة واسمعيني من التليفون خلاص ماشي ماشي يا قلبي ايه الاخبار يا سورة كله تمام الحمد لله كله زي الفل الحمد لله ايه رأيك في الأكلات النهاردة وانتي طيبة يا حبيبتي وبخير يا رب ايه رأيك في وصفات النهاردة لا تستميدك والله حلو الوصفات وسهلة وبسيطة قوليلي انت بسعدي ماما في المطبخ ايه طب بتعملي ايه بقى قوليلي ايه طبعا انا ما يخصيش المطبخ اساسة ما بتخصيش المطبخ اساسة ماما يالي شايله كل حاجة لوحدها سمعاك يا حبيبتي فضلي اه طب ماشي يا سورة عايزة اي طلبات اعملهلك ماشي يا سورة واضح انت بسامعنا كلها شكرا لتصالك شكرا لك يا حبيبتي شكرا لك يا قلب هنبدأ هنا بقى نحط فصيني الطوم ونبدأ ان ايه نقلب كده تقليبة بقى زي ما انت شايفين بقى الوش التاني او الجنب التاني اللي انا قلبته اخد لون حلو قوي بقى ندوب كده ايه بسطوم بتاعنا انا مش عايزة يتلسع انا عايزة يتحمر بس على خفيق وهي بقى الطبق بتاعي جاهز ان احنا ناكله شايفين مفيش اسهل من كده اهو قلو يا ندا قلو ازايك يا ندا ازايك يا حبيبتي ايه الاخبار الحمد لله انت تسلميلي يا حبيبتي شكرا لزوءك ايه الاخبار كله تمام ايه الحاجات الحلوة الجميلة دي تسلم ايه دي قوليلي عاملة اكلي النعاردة انا عاملة مكرونة وبنيات حلو قوي مكرونة وبنيات حلوين قوي رضى من عند الله جمال قوليلي عندك اي وصفة عايزة انا عملها لك والله ده اتسلم عليك بحب اتنا الصوتي بحب اتخلينك يا حبيبتي ربنا يخليك ده شرف ليه ربنا يخليك يا حبيبتي وحضرتك طيبة وبخير يا قلبي شكرا لكي شكرا يا حبيبتي شكرا لتسولك خلاص كده اخدنا شوية كرفس وده اختياري بس انا بحب ريحة الكرفس وطعمه طبعا وحطينا مكعبين الزبدة اللي احنا قلنا عليهم طيب انا عايزة شوية سوس اكل بيهم اعمل ايه اجيب الكاتل بتاعنا كده وانزل بشوية صغيرين من المية اهو شايفين بقى الشكشكة دي هي دي اللي انا عايزة ريحت الكرفس طبعا يعني نقلت الاكلة لحتة تالتة يعني مش تانية بس لتالتة يعني الزبدة حاجة والكرفس حاجة تالتة بقى شايفين هياخد غلوة واحدة بس وبعدين نقدم الطبق الرائع ده يلا بينا يعني اجهز كده الطبق بتاعي عشان نقدمه بينا